بمناسبة المشاهد احنا ما تعودناش انه البرامج الرياضية بتاعتنا تهتمق بقطاع الناشئين وببطولات الناشئين الاهل بقالوا فترة طويلة بيكسب الزمالك رايح جاي في مختلف الاعمار زمالك يكسب مطش الاهل يكسب مطشين تلاتة اندية تانية تكسب وهكذا ولا حد دريان بمسابقات الناشئين الى ان فاز الزمالك في ملعبها على الاهل في بطوله تلفين واحد عندها ادرك الجميع ان في قطاع ناشئين وفي مباراة ناشئين لانه الاعلام فجأة اهتم اهتمام استثنائي بهذه المباراة تحديدا لكن على فكرة يمكن لانه فوز الاهل على الزمالك لم يعد في السنوات الاخيرة هو الخبر الاستثناء بتاعه هو الخبر اللي بيدعو للاهتمام بالمناسبة بكرا ان شاء الله انا اتفرجت على المباراة دي استاذ ابراهيم بكرا الاهل والزمالك موليد 2008 في مدينة نصر انا اتفرجت على المباراة دي اه والزمالك اول عشر اول ربع ساعة ادى اداء هايل جدا ايه وسط اه مش عارف خمول خمول من دفاع النادي الاهلي لان فيه جولين جم وراء بعض بمشهد غريب جدا لكن جون الاولاني الحقيقة جميل اوي اوي فيه ابداع ايه ولعب الزمالك اعرز هدف مبدع يعني فيما بعد هذا الاهلي سيطر على المباراة واضع على الكثير من الفرص واضع ضرب الجزاء اضع ضرب الجزاء في الشوت الاولاني الشوت التاني اضع اكتر من ست سبع فرص محققة وان سايد جيم يعني مباراة فيه استحواز في اتجاه واحد وفرص هائلة جدا لكن هو انا عايز اقيم البطولات دي في الاخر عناصر عايز عناصر العناصر المميزة ما بتطلع للفريق الاول وشوفنا عندنا في الفريق الاول فيه كم عنصر شوفنا الاعارات اللي برا وقوتها شوفنا محمد عشرف شوفنا رقفة خليل شوفنا ميسي عندنا الدبيس عندنا كوكا عندنا مش عارف ايه كل دون قطاع النشئية زعلوك ومعتز ورشدان بيطلعوا فانت انت يعني القطاع يقدم وهناك من يستحق ان يصعد وهتشوف الاعام القادمة ترجمة لهذا الكلام نجوم كويسين جدا جدا في النادي الاهل لكن الحساب اللقطة ما هو دلوقتي بهذه المباراة زمالك سبق الاهلي بسلاس نقاط ولكن الاهلي مباراة نقصة ايه مش بعيد عن المشهد وفي كل الاحوال كويس كويس ان يبقى فيه اهتمام حلم بقاعدة النشئين في مختلف الاندية هل انا بقيت المتشاط اللي على ملعب النادي الاهل هتتنقل اعلاميا في وسائل اخرى غير القادمة الاهلي اتمنى نشوف نتمنى نشوف ده